جلس الجاحظ يوماً في بعض الدواوين فتأمل الكتاب ثم قال خلق حلوة وشمائل مع الشوقة وتضرف أهل الفهم ووقار أهل العلم فإن ألقيت عليهم الإخلاصة وجدتهم كالزبد يذهب جفاء وكنبتة الربيع يحرقها الهيف من الرياح لا يستندون من العلم إلى وثيقة ولا يدينون بحقيقة أخفروا الخلق لأماناتهم وأشراهم بالثمن الخسيس لعهودهم ويلوا لهم ما كتبت أيديهم ويلوا لهم ما يكسبون